اشتركوا في القناة وفي هذا الصدد صرح الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية أن الالتزام الذي أعلن عنه يشكل جزءا هاما من أهدافنا كحلبة داعمة لاستخدام الطاقة المستدامة ودعما لهدف الفورميلة وان بأن تكون البطولة خالية من الكاربون بحلول عام الفين وثلاثين حيث أن هذه المبادرة ستصهم في جعل حلبة البحرين الدولية مثالا يحتذا به باتخاذها هذه الخطوة نحو الطاقة المستدامة ومن جانبه عبر ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورميلة وان عن فخره بالجهود التي تبذلها حلبة البحرين الدولية وخططهم التي يقومون بها لاستضافة السباقات في بيئة أكثر استدامة بالإضافة إلى الخطوات التي تتخذها مملكة البحرين لاستخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز خطط الاستدامة